واحد بيقول التجديف على الروح القدس لا يغفر في هذا الدهر ولا في الدهر الآتي هذه الخطيئة هي خطيئة عمص والمنتحر يعمل خطيئة عمص رجاء توضيح موقفتين للخطيئة هو يلزم لصاحب السؤال ان يعرف ما معنى التجديف على الروح القدس التجديف على الروح القدس معناها رفض الروح القدس رفضا كاملا مدى الحياة فمدام الانسان بيرفض الروح القدس رفضا كاملا يبقى مش هيتوف لان هو التوبة بتيجي نتيجة عمل الروح القدس في القلب يبكت الانسان على خطيئة ويشجع الانسان على الحياة الروحية لكن مش مجرد تجديف بالمعنى اللي انت فاكر يعني واحد شت في الروح القدس ولا حاجة بدليل ان الذين انكروا لهوت الروح القدس لما تابوا قبلتهم الكنيسة لان التجديف الحقيقي هو رفض كل عمل للروح القدس في القلب مدى الحياة فان رفضوا مدى ورجع تاني يبقى ما رفضوش رفض كامل يبقى دامش تجديف اما المنتحر فهو مات في خطيته يعني ارتكب جريمة قتل ما تابش عنها ارتكب خريمة قتل ومات وارتكب خطية يأس وعدم رجاء ومات وجهل بالحياة الاخرى وظن ان الموت بالانتحار ينجيه من متعبه ومش عارف انه ده جايز يدخله في متعب اكتش دي غير دي اشتركوا في القناة